مرحبا بكم جميعا وينضم معي الآن كارولاين روز وهي محللة رئيسية في معهد التحالف الجديد وتبحث في مشاريع القوى في معهد التحالف الجديد شكرا لك كارولاين للانضمام في حلقتي اليوم إذن فالرئيس بايدن في الشرق الأوسط في زيارته الأولى للمنطقة كيف ينظر الأمريكان لهذه الزيارة أعتقد أن الأمريكان ينظرون لهذه الزيارة بأنها تحقق عدد من الأهداف أحدها بأنها هي لأجل محاولة توحيد الصفوف المنطقة في مواجهة للاعتداء الروسي في أوكرانيا كذلك فالأمريكا لا تزال تنظر إلى الشرق الأوسط كمنطقة غاية في الأهمية الاستراتيجية بالإضافة إلى ذلك فهي فرصة أيضا لأجل الإعداد لإيجاد استراتيجيات بديلة للتعامل مع زيادة التأثير الإيراني في المنطقة وهذا بالتأكيد يحصل بينما المحادثات تجري في كل النواحي فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني ولذلك فالأمريكان الحقيقة ينظرون إلى هذه الزيارة على أنها فرصة لأجل البحث في مسارات جديدة لأجل بناء تحالفات مع دول المنطقة وبنسبة لبلومبرغ فقال بايدن بأن الاجتماع في المملكة العربية السعودية وليس حول المملكة العربية السعودية والأمر لا علاقة له بالمعدلات إنتاج النفط وقال لبيد بأن الزيارة هي لأجل مواجهة إيران في المنطقة فهل تعتقد أن هناك أهداف غير معلنة لهذه الزيارة؟ أعتقد بالتأكيد بأن إيران ستحتل العنوان الرئيسي في هذه الاجتماعات والحقيقة الأمر يعتمد على من تحدث بشأن هذه الزيارة لا شك أن إيران عنوان رئيسي وفي نفس الوقت بالطبع فالولايات المتحدة الأمريكية عندها الهدف الرئيسي هو في محاولة رأس صفوف المنطقة وبالأخص في العالم العربي بشأن الحرب في أوكرانيا وربما الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول أن تحقق عدد من الأهداف الأخرى غير هذين الأمرين لا سيما فيما يتعلق بمعدلات إنتاج النفط وكذلك في محاولة تعديل سياساتها إزاء روسيا فلا شك أن هناك عدد من الأهداف التي تريد تحقيقها الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن هناك أيضا هدف في محاولة أيضا الإطلاع على المنطقة ومحاولة تعديل الموقف إزاء المنطقة لأن هناك دروس صعبة قد تلقتها أمريكا من أهمها أن الشرق الأوسط منطقة في غاية الأهمية وبأنها أيضا متأثرة بما يحصل في الحرب في أوكرانيا النيتو العربي كما ذكر لبيد من تعتقدين سوى السعودية ومصر من تعتقدين سيكون ضمن هذا النيتو العربي الحقيقة هذه فكرة دارجة وتروج منذ سنوات عدة وذكرت من قبل نحن الآن في نقطة ربما نرى أن هناك حالة من التعاون لم نشهدها من قبل وأن نطرح فكرة النيتو العربي وربما تحالف بين بعض هذه الدول ومن ضمنها إسرائيل والسعودية وتركيا وهما أنداد قدماء الحقيقة الأمر مثير للإعجاب فقبل سنوات قليلة ماضية لم يكن لنا أن نتوقع أمر مثل هذا فلا شك أن هناك تقدم كبير قد حصل أما أن يتم تنفيذ ذلك على الأرض فأعتقد أن الاحتمالية أقل والدول التي ربما تدخل مثل هذا النيتو فلا شك أنه ملك الأردن مؤخرا أعرب عن اهتمامه بمثل هذه الفكرة وبالتأكيد الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وربما أيضا إسرائيل وربما تركيا أيضا رغم أن هناك عدد من القضايا التي ينبغي معالجتها قبل أن تدخل تركيا ولا شك أنه تركيا تريد أن تبقي قنوات العلاقة مع إيران مفتوحة وكذلك مع روسيا ولماذا تحتاج إدارة بايدن لهذا النيتو العربي جديد في المنطقة؟ بينما تنظر الولايات المتحدة الأمريكية بقلق إذا التقدم الروسي في أوكرانيا فهي أيضا تنظر إلى وضعها كقوة عظمى إذا روسيا والصين كقوة عظمى في العالم فلا شك بأن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط أمر يحتاج إلى معالجة مستمرة وكذلك النظر ومحاولة تعديل اتفاقياتها الأمنية وكذلك موارد الطاقة وغيرها فلا شك أن هناك ضرورة لأجل الاستثمار في منظومة أمنية مشتركة في المنطقة يمكن أن تدوم للأمد البعيد دون التواجد المباشر للولايات المتحدة الأمريكية هذا يدل على أن أمريكا واعية أنها لا تستطيع أن تختفي بشكل كامل عن الشرق الأوسط وهي بحاجة إلى منظومة قوية ورصينة لأجل أن ترعى مصالحها في تلك المنطقة وكذلك أن ترعى حالة من الاستقرار وأن ترعى حقوق الإنسان عودا إلى هذه الزيارة للسعودية حين كان بايدن مرشحا في الانتخابات عام 2020 نفى بأنه سيقدم على تعديل العلاقة مع المملكة العربية السعودية وقال بأنه لن يعيد العلاقة مع محمد بن سلمان ولي العهد وفقط يركز على الملك ما الذي حصل؟ الحقيقة لا أعتقد بأن سياسة حقوق الإنسان من إدارة بايدن حول السعودية قد تغيرت إنما الذي تغير هي الظروف المحيطة الذي دفع أمريكا بأن تتقارب وإن كان نسبيا مع السعودية فالولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد هي تتراجع وتنقض كثير من التزاماتها حول التزام بحقوق الإنسان وتذكير السعودية وتبكيت السعودية حول دورها في قتل واغتيال جمال خاشقشي ولذلك فعودت العلاقة بهذا الشكل ودفع السعودية إلى سدة هذه الزيارة الحقيقة هو نكوس عن تلك الموقف المبدئي لكن أعتقد بأن هذه الإدارة ستبقي على حالة الضغط وعلى المدى البعيد الضغط على المملكة العربية السعودية لا شك أنه منسوب إنتاج النفط قد غيرت من الحقائق على الأرض ولكن السعودية تعلم بأنها هي على المحك في هذه الزيارة اغتيال جمال خاشقشي عام 2018 والحرب في اليمن وكذلك دور السعودية في سوريا هل يمكن أن تكون هذه الزيارة أليست هي إشارة لمحمد بن سلمان بأنه يمكن أن يحكم كما يشاء وأن ليست هناك تبعات لما يفعل لا شك أن هناك ما يجري خلف الكواليس ما يحقق بعض هذه المواقف لكن بالتأكيد أنه محمد بن سلمان سيحاول أن يقتنص الكثير من الفرص لأجل استعادة المصداقية على المستوى الدولي وهو بذلك ينجز إنجازا جيدا في هذه الزيارة والولايات المتحدة الأمريكية تعلم ذلك ولكن على بايدن أن يبقي قصة جمال خاشقشي حاضرة في الذهن وبأن هذه القضية لن تختفي تماما وأن تبقى هذه نقطة ضغط للولايات المتحدة الأمريكية ضد الحكومة السعودية وهل تعتقدين بأن القلق حول إيران وروسيا هل تعتقدين بأن هذا سيؤثر على العلاقة مع السعودية لا شك أن هذه القضايا هي تحتل الأولوية الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي مهتمة بأن يكون حلفاؤها في صف واحد فيما يتعلق بإيران وكذلك روسيا كما وجدنا بالمحادثات في فيينا حول الملف النووي وأعتقد بأن هذه الاتفاقيات أو المحادثات التي تطول أكثر مما توقعه أحد والإيرانيين يهددون بأن يزيدوا من معدلات التخصيب لليورانيوم هذا أرسل رسائل إنذار شديدة اللهجة داخل إدارة بايدن وبذلك فالإدارة تبحث عن بدائل جديدة فوق هذا كله طبعا عندنا الحرب في أوكرانيا عندنا أزمة جوع وغذاء وكذلك عندنا أزمة اقتصادية قد تعوم العالم بشكل عام ولذلك فأمريكا تبحث مرة أخرى في أولوياتها كما تعرفين بأن الرئيس السابق باراك أوباما في 2011 في وزارة الخارجية قال أن أحيانا مصالحنا على المدى القصير لن تتوافق مع أهدافنا ورؤانا على المدى البعيد هل تعتقين بأن هذه الزيارة تقع ضمن هذه النظرة؟ بالتأكيد نعم الحقيقة هذا المثال الذي ضربته رائع وهو يلخص باختصار ما الذي سيحصل ما الذي يحصل الآن وفريق الشرق الأوسط المختص بملف السياسة هناك الحقيقة ينظر إلى هذه القضية بعناية بالغة لا شك أنه الآن بما يتعلق بالسعودية فملف حقوق الإنسان ينبغي أن يتراجع إلى المرتبة الثانية لأن الهدف هو إيران بينما في مناطق أخرى ربما أو في ملفات أخرى لن يحصل هناك تقدم كما يريدون وأنا أعتقد بأن هذه فرصة لأمريكا أن تحدد من هؤلاء الحلفاء الذين يمكن أن تحقق معهم بعض التقدم ومن وجهة نظر أمريكا فإن كان لدى محمد بن سلمان الضغط ورقة الضغط التي هي النفط أو ما الذي بيد مصر مصر الحقيقة مستعدة استعدادا كاملا أن تنضوي إلى هذا الحلف المقابل أو المناهض لإيران كما أنها مستعدة أن تدخل معها دول شرق أوسطية وهناك محاولات من قبل مصر أن تبرز من دورها وأهمية دورها في هذا الحلف وهناك كما هو الحال في سعودية هناك قلق شديد إزاء ملفات حقوق الإنسان وهناك نوع من غض النظر عن تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان وهذا أمر هذا موثق والإدارة بايدن تعرف هذا الأمر بشكل جيد استعدادا لهذه الزيارة وعودا إلى بايدن حين كان مرشحا عام 2020 وصف السيسي في حساب تويتر قال بأن السيسي هو ديكتاتور ترامب المفضل إلا أن المساعدات العسكرية لمصر استمرت ولم تكن هناك أي عقوبات بشأن السيسي شخصيا أعتقد بأن إدارة بايدن تعرف ما الذي يجري ولكن ملف الشرق الأوسط الحقيقة لم يلعب ذلك الدور الكبير حتى الآن وهناك الملفات أخرى في مناطق أخرى من العالم حققت نجاحات لم يكن هناك تركيز على منطقة الشرق الأوسط لعدد من الأسباب ربما يمكن أن نقول بأن في الأيام الأولى من هذه الإدارة كانت سياسة الشرق الأوسط استمرارية لما كانت في الإدارة السابقة ولم يتم التعديل عليها كثيراً وبالنسبة للمعامنات العسكرية فقد استمرت كما ذكرت وسؤال آخر هل تعتبر إدارة بايدن أن إدارة السيسي أو نظام السيسي هل يعتبر حليف أم ماذا؟ لا شك أن أمريكا تعتبر مصر شريك في محاولاتها أو في خططها ومشاريعها لأجل رص صفوف الموقف المنهض لإيران هناك معرفة كاملة بأن هناك تحفظات كثيرة حول الجغرافية السياسية المصرية لكن أعتقد أن الأمريكا الآن تريد أن تبني على مشاريعها بشأن التقارب مع تركيا ما يتعلق بمنتدى الغاز لشرق المتوسط وأيضا هناك تعرف أن هناك خلافات كثيرة بين تركيا أردغان ومصر السيسي ولكن رغم ذلك ولكن مصر أثبتت بأنها شريك مستعد لأن يقبل بشروط هذا التحالف ولذلك فأمريكا لا تزال تنظر إلى مصر كشريك أكثر اعتمادا من تركيا لا أعتقد بأن أمريكا ومصر على اتفاق كامل فيما يتعلق بملفات أخرى كسوريا مثلا ولكن كيف يمكن لأمريكا ولبايدن أن يعقدوها كذا اتفاقا مع شخص ديكتاتور كالسيسي أعتقد أن على أمريكا أن تفرق وتعزل الملفات فبين ملفات حقوق الإنسان وبين المصالح الاستراتيجية فلا شك أن المحاولات لأجل الضغط على هذه الأنظمة كي تدفعها لحالة أكبر من احترام لحقوق الإنسان سيبقى هذا الأمر ولكن لا أعتقد بأن هذه ستبقى على نفس قدم الاهتمام والسبق كالمصالح استراتيجية ولا شك أن التصريحات التي كانت في زمن الترشح لانتخابات غير زمن الرئاسة ولا شك أنه في سياق الحرب في أوكرانيا فقد تأخرت هذه ملفات حقوق الإنسان إلى المراتب المتدنية خلف المصالح استراتيجية فكيف يمكن أن تدفع وتروج للمصالح استراتيجية بينما تبقى أيضا تمارس الضغط إزاء حقوق الإنسان سؤال صعب ولكن كما تعرفين كارولاين لسنوات طويلة هذا السؤال بين القيم وبين المصالح فهل يمكن أن نقول بأن ما تقوم به إدارة بايدن فيما يتعلق بالسعودية ومصر الحقيقة يندرج تحت الازدواجية أو النفاق السياسي ومصر الحقيقة ستعرف أن هذه الازدواجية لا شك أنه خاصة فيما يتعلق بالسعودية فيمكن نعم يمكن القول بأن هناك شيء من ذلك نعم هناك ارتفاع للصوت المندد بانتهاكات حقوق الإنسان وليس الأمر في تقديم المصداقية للنظام السعودي هكذا بشكل مجاني أظن أن إزاء هذه الزيارة بالأخص فسنرى تصريحات ربما فيها أكثر وضوحاً وصرامة إزاء الحقوق الإنسان ولكن التركيز سيبقى لا شك على هذه الخطوة الاستراتيجية في ترتيب أمور المنطقة إزاء إيران وكذلك الحرب الأوكرانية الكثيرون كانوا متفائلين مع مقدم بايدن للإدارة في أمريكا لا سيما فيما يتعلق بالنظام المصري ولكن من الواضح الآن أن الحقيقة هناك حالة من الإزدواجية والنفاق وهناك غض للبصر عن حقوق الإنسان فكيف يمكن أن نفهم ذلك؟ بالنسبة لترمب الحقيقة الذي قام به هو أنه قدم المصداقية لهذه الأنظمة لأنه رأى بأن هذه العلاقة هي علاقة مقايضة وعلاقة تجارية بحتة وبذلك أهمل بشكل كامل انتهاكات حقوق الإنسان بينما في إدارة بايدن هناك إقرار بأهمية ملف حقوق الإنسان وهناك إيراد لأهمية هذه الملفات ووضع لهذه الملفات على سدة الملفات التي هي بين الإدارتين ولكن بالتأكيد أن هناك السياقات لم تتوقع إدارة بايدن أن تحدث وعلى رأسها بالتأكيد الحرب الأوكرانية وحتى لو تم تحقيق مثل هذه الاستراتيجيات فأنا باعتقادي بأن الإدارة ستبقى تضغط باتجاه ملفات حقوق الإنسان وهذا ما نحتاجه في المنطقة الحقيقة أن مع هذا الحلف الإقليمي لمواجهة إيران هناك ينبغي كذلك ينبغي أن يكون جهود لأجل مواجهة القوى المؤيدة لإيران أو الدعم لإيران أو المدعومة من قبل إيران في المنطقة والتي تثير القلق في المنطقة وهذا أنا باعتقادي أمر افتقدناه في السابق لأن التأثير الإيراني الحقيقة لم يفهم بشكل كامل وينبغي أن يفهم ذلك ضمن أيضا سياق حقوق الإنسان وقمع الحريات كثير من الرؤساء الأمريكان زاروا مصر منذ 1943 وآخرهم أوباما في 2009 هل تعتقدين أن من الممكن أن يزور بايدن مصر قريبا؟ ممكن نعم ولكن أنا باعتقادي بأن إدارة بايدن سيرصد التفاعل وردة الفعل من هذه زيارة للمملكة العربية السعودية خصوصا وأن الحقيقة أن علاقة أمريكا بمصر لا تقارب أهمية العلاقة الأمريكية مع السعودية وكذلك فملف حقوق الإنسان في السعودية هو غاية في الخطورة بالنسبة للمراقب الأمريكي لكن شخصيا لا أعتقد بأننا سنرى زيارة في القريب العاجل ذكرتي قبل الآن بأن أمريكا تحاول أن تؤسس لتحالف دولي يواجه الاعتداء الروسي على أوكرانيا ولكن الحقيقة كثير من الدول العربية كثير منها يشعر بالمعادات أو بالمناهضة لأمريكا أكثر من ما هي داعمة لأوكرانيا فكيف يكون ذلك؟ لا شك أنه هذه الحقيقة من الأهداف التي ينبغي على إدارة بايدن أن تعققها ليس فقط على صعيد الخطاب وتأثير الحرب الروسية ليس فقط على الغرب إنما على العالم لكن الحقيقة ينبغي أن يكون هناك محاولة لأجل التأثير على مواقف ليس فقط الأنظمة بل الشعوب أيضا ولسيما المصاعب الشديدة التي وضع فيها الشعب الأوكراني نتيجة الاعتداء الروسي بالإضافة طبعا إلى الحالة المزرية للمساعدات العسكرية العسكرية التي قدمت لهم من قبل المجتمع الدولي طبعا هناك أيضا الأزمة الاقتصادية وأزمة الغذاء العالمية والتي جاءت نتيجة هذه الحرب ولا شك أن هذه ستكون من المسائل التي يركز عليها بايدن هناك أيضا من يعتقد بأن حلفاء أمريكا في المنطقة يفضلون رئيسا جمهوريا يعتقدون بأن الرؤساء الجمهوريون أكثروا عداءا لإيران وأكثروا نفعا لهم في المنطقة نعم ربما ربما أوافق على ما ذكرت وربما يستطيع الإنسان أن يفهم بعض هذه ولكن لا شك بأن حالة حقوق الإنسان تتراجع إذا ما تسيدت مثل هذه السياسات اليمينية في أمريكا وسؤالي الأخير في هذه المقابلة الرائعة كارولين ما رأيك فيما يتعلق برؤية الولايات المتحدة من الطرف الأهم في المنطقة السعودية أم مصر الحقيقة سؤال رائع الآن لا شك أن السعودية تحتل أهمية في غاية التقدم فوستطاعت أن تقنع أمريكا بأن تدخل معها في محادثات بل أن تزورها دون أن تقدم لها تنازلات تذكر وهذا الحقيقة يحسب لصالح السعودية وبالأخص لمحمد بن سلمان ولذلك فلا شك أن هذا الأمر يندرج على المنطقة أيضا الإقليم كذلك فالسعودية تلعب دورا كثيرا ما يهمل وهو لأنها الحقيقة طرف رئيسي في بناء هذا التحالف الإقليم الذي ذكرنا وكما ذكرنا بأن هناك أندات سابقون وأعداء سابقون سينضمون إلى هذا التحالف ودور السعودية الذي تلعبه وخاصة خلف الكواليس وخلف الأبواب المصدة في غاية الأهمية ولذلك أجد بأن السعودية تحمل مفاتيح هذه العملية وهذا من الأهمية مراقبته شكرا لك لانضمامك معنا اليوم اشتركوا في القناة